اشتركوا في القناة الله عليه وسلم ومن ولا العنوان آيات قرآنية ذكرت فيها بعض الرؤى طبعا أنا دائما أقول أن تفسير الأحلام علم يدرس وليس موهبة فضلا عن أن هذا علم شرعي ولذلك أنا أرجح أن الذي يتعرض لهذا الفن طبعا أي علم جائز أن أطلق عليه فن فلابد أن الذي يتعرض لهذا الفن لازم يكون عنده خلفية شرعية وأنا بفضل الله الحمد لله طبعا يعني أنا لا أزاكي نفسي ولكن بالشيء يذكر أنا خريق كلية شريعة والقانون قسم شريعة إسلامية وأعمل مدرس شرعي للمرحلة السنوية اللي هي أبل الجامعة أدرس لهم المواد الشرعية وبفضل الله معي مسجد أخطف فيه أكثر من 25 سنة تطوع لله بفضل الله فخلفية شرعية الحمد لله يعني الحمد لله يعني فلازم اللي يتعرض لتفسير الأحلام لازم يكون عنده خلفية شرعية ليه بمنتهى البساطة أول من فصر في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة تفسير الأحلام رجالا ونساء وتكلم في علم تفسير الأحلام محمد بن سرين وهو من التابعين ده فضلا عن زهده وورعه وتقواه وحفظه القرآن والأحاديث كان عالم دين أصلا أنا يعني الكلام ده ممكن يغيب عن كثير من الناس بس ليس نتعرفه فوق كل ده عندنا آيات في القرآن الكريم زكرت فيها بعض الرؤى وأحاديث القرآن والسنة ده دين ولا اقتصاد وسياسة وعلم الأرض وبيولوجيا والكلام ده ولا طب ولا إبزة علم دين المشارعي فالنهاردة لما تبقى مفسر وما أنتش فاهم يعني إيه تفسير آية أنت مفسر إزاي بقواعد لازم تدرس ولازم على الأقل تبقى فاهم شرح آيات القرآن الكريم اللي فيها رؤى وبتتكلم عن الرؤى والأحاديث نفس الطريقة فمعنى آيات بتتكلم عن الرؤى من أشهرها قصة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما وعلى النبينا الصلاة والسلام قال تعالى فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى فين في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كأن الرد من سيدنا إسماعيل يعني في غاية التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أنه عارف أن أبوه أبو الأنبياء ما بتكلمش كده إلا من وحي ورؤى الأنبياء وحي هذا موضوع منته قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين سلط الصفات الآية التانية قصة سيدنا يوسف لحظوا لحظوا الكلام عن الأنبياء ها الأنبياء ده اللي بيأكد الكلام إن ده علمي شرع إيه مش ثقافة عامة وزي ما بنسمع من الناس يقول لك آآ طيب لما تبقى موجودة في لقاءة تلفزيون ولا حاجة يا أستاذة أنت آآ بتفسر إيه أحلام إزاي والله موهبة ويا بتاعش التوضى موهبة مين موهبة إيه دي من غير علم من غير الدراسة ينفع يا جماعة أنا 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 كاسماعيل مدرد شرعي لا علاقة لها بالطب ينفع أخذ السماعة من الدكتور وحطها على وداني يقول له إرجع كده أنا اللي هكشف على المريض أنا عندي موهبة في الطب موهبة مين دي إن شاء الله من غير علم لازم نفهم الكلام ده قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل ذكرنا الآية قصة سيدنا يوسف مع أبيه يعقوب اللي اتنين أنبياء زي دول برضو اللي اتنين أنبياء لما قال في بداية سورة يوسف إذ قال لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقامرة رأيتهم لساجدين جاء الرد من يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على أخواتك فيكد لك كيدا إن الشيطان الإنساني عدو مبين إلى آخر الآيات وكذلك يجد بك ربك يعلمك من تأويل الحديث إلى آخر الآيات قصة مشهورة ومعروفة قصة سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ودخل معه السجن فتيان اتنين عرضوا رؤاهم على سيدنا يوسف قال أحدهما إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكد الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال سيدنا يوسف يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلبوا فتأكلوا الطير من رأسه قد يالأمر الذي فيه تستفتيان ماشي فاحنا هنا ذكرنا بعض الآيات وطبعا في آية برضو خاصة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت لك سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل سيدنا يوسف مع أبيه والآية الأخيرة هذكرها لك لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صفحة الأنفال إذريكهم الله في منامك قليلة ولو أراكهم كثيرة لفشلتم ونترزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليهم بذات الصدور يبقى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما وعلى النبينا الصلاة والسلام وسيدنا يوسف وأبوه يعقوب عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام يبقى دلوقتي ذكرت لك آية فيها القرآن الكريم وتؤكد أن أنا ذكرته لك أن تفسير أحلام علمي شرعي يدرس لا مانع لا مانع من تحصيل الموهبة أو الخبرة خلي بالك في فرق ما بين الموهبة والهبة الهبة من الله سبحانه وتعالى لأنبياء لمنحة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للأنبياء الموهبة تأتي اكتساب الخبرة يعني أنا سوف أسقط الأمر علي أنا من خلال 15 سنة تفسير أحلام هل أول ما بدأت في تفسير أحلام زي اليوم خبرة النهاردة زي ما بدأت في تفسير أحلام من 15 سنة لا طبعا إذن الموهبة اكتسابية ولا تأتي إلا من خلال خبرة كبيرة في القراءة فضلا عن التخصص فضلا عن العلم الشرعي اللي أنا درسته لأن أنا ذكرت في البداية أن اللي تكلم في تفسير الأحلام أول من فسر في الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل كده نبي الله سيدنا يوسف وقبل كده سيدنا إبراهيم عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل فده علم شرعي فلا مانع لا مانع يا أخوانا لا مانع من اكتساب الموهبة إنما موهبة بدون علم إحنا بنهرك ونعرف إن الكلام ده بيزع على الناس كتير يعني النهاردة أي واحدة النهاردة حتى وإن كانت مشهورة وبتفسر أحلام لو سمعت كلامي دلوقتي هتحس إن إن هي يعني إزاي هترد على الكلام ده فللأسف الشديد معظم اللي بيفسرهم اللي بعيد عن العلم الشرعي أنا بقول لكم أوعد إسماعيل لأنهم بيقعوا ما هو أنا يعني إزاي أتكلم في علم زي علم شرعي وهو تفسير أحلام وأنا معرفش أفسر آية مشكلة فضلا عن قراءتها أقسم بالله أنا يعني بحزن حزن شديد جدا لما لاقي حد بيفسر أحلام ما بيعرفش يقرأ آية طب كيف تفسر وكيف تفسري وانت بتعرفيش تقرأ أي آية ولا تعرفي معنا حديث الموضوع طويل بس مهم انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته